الله أكبر الله أكبر لم تكن السيدة خديجة تشك في يوم من الأيام بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم في المستقبل ولعله كان في قرارة قلبها أنه بأخلاقه وطبعه مخصوص بمقام رفيع وعال عند الله سبحانه وتعالى فكانت تعد نفسها لتكون معه نصيرا وسندا أفضل شهادة تبين لنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه ما قالته السيدة خديجة رضي الله عنها بعد أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد إليها مرتعدا فقالت له والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وللسيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف لا تكاد تحصى فهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج امرأة أخرى حتى توفيت ورزق منها بفضل الله الولد وهي أول من أسلمت وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه سنوات الدعوة الأولى تخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهتم به وتواسيه بنفسها ومالها وعاشت الحصارة صابرة محتسبة ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني رزقت حبها في الحديث الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرب فهي إذا أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني أبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ويثني عليها وإذا ذبح شاتا فيبعث بأجزاء كثيرة منها لصديقاتها صديقات السيدة خديجة رضي الله عنها ذات يوم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم شاتف فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عظما كبيرا منها وناوله لمن أحضره وقال له اذهب بهذا إلى فلانا وكانت السيدة عائشة عنده فقالت ولما فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا إن خديجة أوسطني بها هنا ظهرت غيرة السيدة عائشة وقالت لك أنه ليس في الأرض امرأة إلا خديجة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم ذهب وغادر وما لبث ما شاء الله إلا أن رجع فإذا بأم رومان أم السيدة عائشة عندها فقالت يا رسول الله ما لك ولعائشة إنها حدثة أي شابة وإنك أحق من يتجاوز عنها فأخذ بالسيدة عائشة وقال لها ألست القائلة كأنما ليس على الأرض امرأة إلا خديجة والله قد آمنت بي إذ كفر قومك ورزقت منها الولد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت هالة أخت سيدتنا خديجة تذكر صوت أمنا رضي الله عنها فيرتاح لذلك تروي السيدة عائشة أن هالة ابن تخويلد أخت خديجة استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فارتاح وقال اللهم هالة ابن تخويلد فغرت تقول السيدة عائشة فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت أي توفيت فأبدلك الله خيرا منها وتقصد نفسها فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها إني قد رزقت حبها ولما لا يكون حبها ساكنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي آمنت به وسكبت قطرات الوفاء والود على قلبه قبل مسانعه ووقفت معه وكأنها جزء من روحه أحبته من سويداء قلبها ووضعته نورا بين عينيها فيليتنا نكون جميعا كذلك والحمد لله حيّ على الظلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر